بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم لعبة الفوتبول منشر حلقة النهاردة خلت مني مجهود كبير جدا اطلعت على عدة فيديوهات وعلى بعض المواقع الاجنبية الكتير علشان اقدر اطلع بملخص عن المهاجمين في لعبة الفوتبول منشر او المهاجمين عموما يعني الكلام اللي احنا هنقوله دوت بينطبق ايضا على الحياة الواقعية المهاجمين انواعة عندي الهدفين اللي هم الجول سكورر وعندي الرانرز اللي احنا بنسميهم عدئين وعندي البلي ميكر صانع الالعاب وعندي المهاجمين المتكاملين وعندي مهاجمين ضاغطين وعندي مهاجمين متحكمين او يعتبروا نقاط ارتكاز ووحدات تحكم في اللعبة هنشرح كل تقسيمة من دول وحنشرح امتى هستخدم كل نوع من انواع المهاجمين وحنشرح كمان امتى استخدم هذا المهاجم هل استخدمه بشكل فردي ولا بشكل نظامي ملف الاكسل اللي هو بيضم كل هذه المعلومات حرفعه لكم على المنتدى بتاعنا على الفيسبوك للي حابب انه هو يطلع عليه ملف مفيد جدا وحينفعنا في تطوير اداءنا في لعبة الفوتبول مانجر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمات او صفات موجودة جوة بعض الذعيبة بتساعدهم على اداء مهمتهم ياريت ترجعوا اتيشاته هذه الحلقات بدءا من الحلقة اللي هي 006 دي كانت الجزء الاول ثم بقية الاجزاء علشان تكلم برضو عن النزاعات الفطرية المهمة للمهاجمين المهاجم بتاعك لو عنده تريت من اذا انا هقولهم لك دلوقتي هيكون اداءه اكثر فاعلية طيب انا عندي نزاعات فطرية هكسبها للاسترايكرز بتاعي او المهاجم بتاعي لو هو بيتمتع بالبيس والاكسليريشن البيس يعني السرعة والاكسليريشن يعني التصاروح لو عندي مهاجم عنده هتين السمتين فهكسبه صفة من دول او كده هكسبه الصفة الاولى اللي هو ان هو ان هو بيحاول يكسر مصيادة التسلل وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي والصفة التانية او ان هو يحاول يستغل سرعته في انه يلعب الكرة من ورى ظهر المدافع ويجري من ناحية التانية يستقبل الكرة طيب لو المهاجم بتاعي عنده يعني يمتلك مهارات التمرير اللي هي التكنيك والباصنج طبعا لو عندي مهاجم زي كده بعلمه صفة من التلاتة دول بلاي وان تو ان هو يلعب واحد اتنين يدي الكرة يباص الكرة لزميله ويروح مكان افضل عشان يستقبل الكرة بسرعة ان هو يعمل ان هو يحاول يعمل الكرات اللي هي البيانية او الكرات اللي هي ما بين المدافعين ودي طبعا بتبقى محتاجة مهارة عالية جدا وان هو ممكن يلعب ان هو يلعب وظهره للجون طبعا هنتكلم دلوقتي كل صفة من الصفات دي هنكسبها لنوع معين من المهاجمين يعني انا برضو هشرح لك ان ممكن يكون عندك مهاجم عنده جود باصنج كويس ولكنه ما ينفعش مسلا اخليه يلعب دوت لو هو مسلا هنشرح الكلام ده دلوقتي بالتفصيل انا بس بديكم عنه فكرة طيب عندي بقى تريتس تانية دي للشوتنج للتزديد على المرمى بذيس الشوتس ان هو بيحاول يحط الكرة بدقة عوضا عن القوة يعني دايما يحاول يشوت بدقة اكتر شوية دي عكسها ان هو شوتس وزباور ان هو يفضل القوة في تزديد الكرة على انه يلعبها بدقة عندي تريتس كمان اللي هي تريتس تايم شوت بيحاول يشوت الكرة اول ما توصله على طول يعني مش بيوقفها ولا حتى بيحاول يقدل جسمه هو اول ما الكرة توصله ويشوت على طول بعد كده لايك تولوب كيبر ان هو بيحاول يسقط الكرة من فوق حارس المرمى وفي صفة تانية عكسها ان هو بيحاول راوند كيبر ان هو يراوغ حارس المرمى دي افضل صفات ممكن نكسبها للمهاجمين بتوعنا هنتكلم عن كل صفة من دول وبعد كده لما هنتكلم عن واع المهاجمين هقول لك كل مهاجم تكسبه ايه وتخليه ما يبقاش عنده التريتس التانية هنيجي عندي طبعا من اسمها كده ان هو بيحاول يكسر مصاد التسلل ايه الاتريبيوتس الريكوايرد اتريبيوتس او السمات اللي لازم تكون متوفرة في هذا اللاعب عندي اتنين الاكسليريشن والبيس الاكسليريشن يعني التسرع والبيس يعني السرعة عندي بعد كده صفات مساعدة صفات مساعدة تكون موجودة في المهاجم بجانب طبعا الصفاتين الاساسيتين عندي الاجيلتي اللي هي الرشاقة والانتسيبيشن اللي هي التوقع والوفزابول ان هو بياخد اماكن يستقبل فيها الكرة لازم برضو يكونوا عالين ولكن طبعا الاهم منهم هم الاكسليريشن والبيس طيب هذه السمات بتكون افكتف او مؤسرة ضد مين ضد الفرق اللي بتلعب بالهاي ديفنسيف لاين يعني بتلعب بخط دفاع متقدم او ضد المدافعين اللي هم عندهم بور بيس اند انتسيبيشن المدافعين اللي هم بطاقة بلعبوا ببطء وما عندهم شي توقعوا طيب دي هتبقى سيوتابول او مناسبة لمين مناسبة للأدفانس فورورد وللبرسينج فورورد وللبوتشر وللإنسايد فورورد لو عندك نوع من انواع هؤلاء المهاجمين ويمتلكوا هذه المهارات اللي هي الاكسليريشن والبيس فهنكسبهم هذه الصفة طيب لو عندك بقى المهاجم عنده تريت اللي هو بتقوله بلاي وز باك تو جول دي هتبقى كونتراستينج تريت او سمة بطائق السمة اللي احنا متكلم عليها يعني دي السمة المضادة لها ماينفعش مش هتزاقي لعب عنده هذه السمة اللي هي بلاي وز باك تو جول وعنده في نفس الوقت لو انت بقى في تعليمات الفريق اللي هي اللي احنا كنا شرحناها قبل كده في القناة بتاعتنا لو انت بقى حاطة او تعليمات للفريق اللي هو باص انه هو يباصي في المساحات الفاضية فهتبقى هذه السمة مناسبة جدا طيب هذه السمة ماينفعش اكسبها للاعب مطلوب منه ان هو يعمل ان هو ياخد الكرة بنسميها في المصر كده بيحضن عليها بيقف عليها شوية وبيحاول يدخل بقية اللعيبة زميله في الهجوم اللي هو بنسميه اللاعب المحطة اللي هو زي التارجيت مان التارجيت مان مطلوب منه في الانستراكشن بتاعته زي ما انتم شايفين في الملف بتاعنا كده ان هو يعمل hold up ball وكذلك deep laying forward المهاجم اللي بيشتغل كصانع العاب برضه مطلوب منه hold up ball فماينفعش يبقى مطلوب منه hold up ball وفي نفس الوقت يبقى مطلوب منه ان هو يحاول يكسر مصادة التسلل الصفة الثانية اللي هي نقبل بس اوبننت او ان هو يحاول ان هو بيحاول يستخدم سرعته في المرور من لعب الخصم طبعا زي ما قلنا برضه دي من او الصفات المطلوبة عشان يحقق هذه السمة هي التسارع والسرعة دول صفات اساسية طيب الصفات المساعدة لو هو عنده بيقدر يمشي بالكرة والاجيليتي اللي هي الرشاقة والفلير اللي هي اسمها الزوق او الحرفانة دي صفات مساعدة دي انما لو عنده صفاتين اساسيتين دول فبكسبه مهارة اللي هو يزوق الكرة ويستخدم سرعته في المرور منه هذه السمة هتكون مناسبة ضد مين؟ ضد الديفندرز اللي عندهم بور انتسيباشن عندهم توقع ضعيف شوية وهذه السمة ايضا ممكن نكسبها للادلانسة فورورد وللبريسنج فورورد وللبوتشار وللانسايد فورورد ولو عندك في تعليمات الفريق بتاعتك بديهم رون اد ديفنس ان هما يجروا نحو المدافعين دي هتكون سمة مناسبة جدا هذه السمة هتتعارض مع التعليمات اللي هي الدريبللس انه هو مايروغش بكسرة طيب دول سمتين اللي احنا اتفان عليهم لو المهاجم بتاعك سريع طيب لو المهاجم بتاعك بقى عنده جود باسنج اتريبيوتس عنده مهارات تمرير جيدة غالبا بيبقى مهاجب من المهاجمين اللي مطلوب منه انه هو يصنع لعب لزميله انه هو بيصنع لعب زي الديبلينج فورورد زي التارجيت مان زي الكمبيليت فورورد زي تركورتستا زي الفولس ناين دول مهاجمين مطلوب منهم انه هما يساعدوا في بناء الهجمات فلو عندك واحد من هذه الانواع من المهاجمين وعنده مهارات تمرير جيدة هنكسبوا هذه الصفات القادمة الصفة الاولى اللي هي بلاي وان تو بيباصي الكورة لزميله وبيرجع يستقبلها منه فورا ولكن بعد ما يكون دخل مكان افضل لاستقبال الكورة طبعا من السمات اللي هي مهمة جدا مهمة جدا او السمات الاساسية اللي لازم تكون عند اللاعب اللي انا هكسبه بلاي وان تو طبعا الباسنج اللي هي التمرير والفيجن اللي هي الرؤية والفيرس تاتش اللامسة الاولى والتكنيك اللي هو مهارته او التقنية بتاعته والانتسيبيشن اللي هي التوقع والافزابول والاكسلريشن والبالانس اللي هو التوازن اه طبعا مجموعة كبيرة من الصفات في صفات مساعدة اللي هي الاسرار والتيمورك ان هو بيلعب مع بقية الفريق والاسترينس اللي هي قوته البدنية طيب دي هتبقى اه اه اجين استيمين يعني هتبقى مؤسرة ضد من ضد لو المدفعين بيلعبوا بالمان تو مان اللي هي المان ماركينج او ضد فريق بيلعب عليك هاي بريس بيلعب عليك ضغط عالي زي الفرق اللي بتستخدم في الاسلوب طيب هذه السمة اكسبها لمن اكسبها للديب لينج وفورورد وزي ما قلنا بقى واكسبها للتارجت فورورد وللكمبليت فورورد وللفولس ناين اللي هم المهاجمين اللي هيقوموا بصناعة اللعب لو عندك مهاجم يمتلك سمة من هتين السمتين اللي هو ان هو بيحب يسقط للخلف عشان يستلم الكورة او ان هو بيحاول تراي كيلر بول اوفن ان هو دايما بيحاول يلعب الكورات اللي هي السروباس او الكورات البينية هتكون من السمات المساعدة لي طيب لو المهاجم بتاعي بقى هنفترض ان هو سريع وعنده السمة اللي هي اللي هو دايما بيحاول يكسر مصيادة التسلل السمة دي هتبقى متعارضة مع البلاي وان تو تمام يا شباب دي النقطة اللي احنا تكلمنا عنها في بداية الحلقة عندك مهاجمين بيسجلوا مهمتهم الاساسية تسجيل الاهداف وعندك مهاجمين بيساعدوا في تسجيل الاهداف تمام لازم نخلي النقطة دي في ذهننا دي هتفهمنا امتى اكسب مهاجم مهارة معينة وامتى لو اكسبوا هذه المهارة الصفة التانية عندي اللي هي تراي كيلر بولس اوفن لاعب بيحاول يلعب الكرات القاتلة والكرات البينية وزي ما قلنا ده طبعا لو هو يمتلك مهارة الباسنج نفس الكلام اللي احنا قلناها هناك فوق نفس الكلام دي الصفات المطلوبة نفس الصفات اللي كانت موجودة في الصفة اللي قابلها ودي هنكسبها للديب لينج فورورد وللطارجت فورورد وللفولس ناين ايه الصفات اللي ممكن تتوافق مع هذه الصفة اللي زي ما قلنا بقى القمز ديب تو جيت بول لو هو بيحب يرجع ورا عشان يستقبل الكرة بتلاقي زي ما كان فيرمين وكده لما كان بيلعب في ليفربول كان يرجع ورا لمناطق قريبة من نصف الملعب يستلم الكرة ويصنع سلو باس لصلاح ولمني لو عندك لعب عنده البلاي شورت سيمبل باس ان هو دايما بيحب يلعب تمريرات قصيرة وبسيطة طبعا ما ينفعش تبقى كلا الصفاتين الموجودين في نفس اللاعب هنيجي عندي صفة من الصفات الجميلة برضو اللي هي بلايز وزباك تجول بيلعب وظهره للمرمى او الصفات المطلوبة مطلوب منه الاسترانيس القوة والبالانس اللي هو التوازن والجومب انجريتش قدرته على القفز عالي والفيرستي تاتش لمسيته الاولى ويعني استقباله للكرة والتكنيك بتاعه طيب لو عندك مهاجم يمتلك هذه الصفات يمتلك هذه الصفات وهذا المهاجم خلي بالكم بيلعب تارجت فورورد او بريسنج فورورد وتارجت فورورد اكتر كمان على سبيل المثال نكسبه هذه المهارة هذه المهارة طبعا تتعارض مع مهارة لايك توبيت اوف سايت تراب وجيت فورورد ونيفر بوسبول ان هو يتقدم للامام كلما كان ممكن دول صفاتين نكسبهم لمهاجم هداف يعني مهاجم وظيفته الاساسية تسجيل الاهداف انما لو مهاجم زي تارجت مان كده وظيفته الاساسية ان هو يصنع اهداف فالصفاتين دول سيبقوا متعرضتين مع ان هو يلعب وظهره للمرمى نخلي بالنا من حاجة مش معنى ان وظيفته ان هو يصنع اهداف ان هو مش هيسجل لا طبعا اذا اتيحت له فرصة للتسجيل او التسجيل طبعا اكيد هيسجل اهداف طب يا جماعة احنا هنكتفي بهذه السمات اللي احنا شرحناها دلوقتي هنتكلم عن سمات الشوتينج او التسديد في الحلقة اللي جاية انا عارف ان سلسلة الحلقات دي هتبقى اه صعبة شوية وفيها معلومات كتير اه ولكن اه انا عارف ان بعض الناس اللي بتحب لعبة فوتو المانجر زي حالات كده بتحب تتعمق في التفاصيل وطبعا كل ما بتفهم اكتر اه كل ما بتقدي اداء افضل في الذعبة بكده نكون انهينا الجزء الاول من اه سلسلة حلقات اللي هنتكلم فيها عن المهاجمين علشان الحلقة ما تطورش مننا اكتر من كده هنكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله رب العالمين في الحلقات القادمة هنبتدي بقى نتكلم عن الادوار بشكل اكثر تفصيلا هنتكلم عن البوتشور هنتكلم عن الادفانسد فورورد هنتكلم عن الفولس ناين ونتكلم عن التركورتستا والكمبيليت فورورد سواء في الدور الصبورت او الاتاك والبريسنج فورورد والديبلاينج فورورد والتارجت فورورد اتمنى تكون الحلقة النهاردة ما كانتش صعب عليكم ان شاء الله رب العالمين الى ان القاكم في حلقات قادمة باذن الله اتمنى لكم الصحة والسعادة واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة